السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد ومع الحلقة الثالثة من قراءة في كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث النشأة المستأنفة لمؤلفه جورج طربيشي في تناوله لمسألة بداية تقويض هامش العقل في الإسلام المرتبط بالتزامن مع نشأة المذاهب والمنظومة الحديثية ينطلق المؤلف في ذلك من أن النص في اعتبار الحضارة العربية الإسلامية ينطق بحقيقة واحدة غير قابلة للإزدواج والتناقض وبالمقابل تكون كل مهمة العقل المعقل بالتالي أن يبرئ النص من عيوبه المحتملة وأن يسد نواقصه ويملأ فراغه وينفي احتمال التناقض وغير ذلك لأن النص بحكم مصدره الإلهي لا يمكن أن ينطق إلا بحقيقة واحدة هي الحقيقة بألف ولام التعريف بدون أي قابلية للإزدواج في نصابها وهكذا يرصد الباحث في الفصل الثالث من الكتاب الذي يحمل عنوان مالك بن أنس هامش من الحرية الأبواب التي فتحها مالك في تناقض النصوص وإن من منظور العقل النصي بحيث لم يستبعد هذا الأخير احتمال وجود تناقض في النصوص سواء أكانت أحاديث نبوية أم آثارا صحابية ويرى المؤلف أنه بإبقاء باب التناقض مفتوحا حتى ولو مع تعليق الحكم يبقي مفتوحا أيضا باب خيار التأويل لذلك فإن موقف مالك هذا يفتح بدوره هامشا إضافيا من الحرية وهو موقف استثنائي بالنظر إلى ما ستأول إليه الأمور لاحقا والاستبيان ذلك يقف المؤلف عند نماذج من الأبواب التي فتحها مالك في تناقض النصوص ومنها على سبيل المثال باب استقبال القبلة والإنسان على حاجته وباب القصر في الصلاة وباب قبلة الصائم وغيرها من المسائل وفي استنتاج أولي يؤكد الباحث أن مالكا الذي كانت له يد طولة في بناء المنظومة الحديثية رفض مع ذلك أن يغلق أبواب التناقض سواء من خلال ما رده من أحاديث العراقيين أو من خلال ما رده من أحاديث المدينيين إذا كان العمل أهل المدينة قد مضى بخلافها وإنما في نطاق هذا الهامش من الحرية بين المنظومة الحديثية المفتوحة والمنظومة الحديثية المغلقة استطاع مالك أن يجتهد مع كل ما يقتضيه الاجتهاد من اشتغالي نسبي للعقل حتى ولو كان النص بما هو كذلك هو القيل الإبستيمولوجي الذي يقيد نفسه به قبليا وبناء على هذا الاستنتاج فإن المؤلف يعتبر أنه رغم أن مالكا كان واحدا من المتقدمين الذين أسسوا آلية الإسناد في رواية الأحاديث النبوية فإنه لم يقيد نفسه بها كل التقييد بل ترك لنفسه فسحة من الحرية فيما رواه من المراسيل أي أحاديث منسوبة إلى النبي ولكنها منقطعة في سلسلة إسنادها لكن ما يلفت النظر في مراسيل مالك كما ينبه إلى ذلك الباحث هو أن نحوا من خمسها خل خلوا تاما من أي إسناد واقتصر حضوره في الموطأ على الصيغة التالية عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهكذا فقد نتج عن مراسيل مالك أن وظفت أوسع توظيف في تثبيت المرجعية الحديثية ورفعها إلى مستوى المرجعية القرآنية وعلى ضوء ذلك يتسأل المؤلف هل يجب اعتبار كما قال ابن حزم الأحاديث التي رواها مالك ضعيفة لأن إسنادها مرسل وهل نجعل بالتالي من قوة الإسناد معيارا لصحة الحديث وهنا يثير المؤلف إشكالا كبيرا حين يفترض عكس ما ذهب إليه واضع آلية الإسناد بحيث يعتبر أن إتقان آلية الإسناد في القرن الثالث الهجري فصاعدا لم تكن وظيفته الحقيقية ضمان عدم الكذب على الرسول ووضع حد لظاهرة وضع الحديث بل على النقيض إتاحة الفرصة للمزيد من الكذب على الرسول وللتمادي في الوضع على لسانه تحت حماية سلسلة الضامنين ويذهب المؤلف في تحليله إلى أن العيب الإبستيمولوجي الذي ينخر كل المنظومة الحديثية كما تضخمت في القرن الثالث الهجري فصاعدا هو قلب معيار الصحة وإزاحته من المتن إلى السند فليس الحديث صحيحا أو ضعيفا بمتنه بل هو صحيح أو ضعيف بقوة سنده أو ضعفه أي بشكل تخريجه وهذه الشكلية الخالصة هي المسؤولة عن كل اللامعقول الذي شحنت به المنظومة الحديثية لقد كان الإرسال يمثل ثغرة يمكن أن يتسلل منها الشك في صحة الحديث الذي تداخلت دائرته مع الدائرة القرآنية وكان لا بد من سدها عن طريق وصل ما أبقاه مالك مرسلا من أحاديث الموطة وهذه المهمة هي التي سيتصدى لها مصنف الصحاح وجامع السنن في القرن الثالث الهجري وعلى رأسهم البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجا والترمذي والنسائي وهنا لا بد لنا من وقفه بشيء من التفصيل مع حديث لا وصية لوارث يقول المؤلف كان مالك قد قال في باب الوصية للوارث السنة الثابتة عندنا يعني أهل المدينة التي لاختلاف فيها أنه لا تجوز الوصية لوارث والحال أن ابن عبدالبر الذي تولى وصل ما تبقى من مراسيل مالك رفع تلك السنة المدينية إلى رتبة السنة النبوية لا العملية فحسب بل القولية أصلا وأساسا وبادر إلى تسويرها بسلسلة إسناد متينة فقال حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالوها بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عنصرحبيل بن مسلم قال سمعت أن أبا إمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وما يستدعيه الانتباه بناء على بحث المؤلف هو أن الحديث لم يكن له وجود حتى منتصف القرن الثالث في صاحح البخاري ولا في صاحح مسلم وبالإحالة إلى موطأ مالك لم يكن له من نصاب حتى النصف الثاني من القرن الثاني سوى السنة المدينية التي وجدنا مالكا يؤكد أنها ثابتة لاختلاف فيها أما في القرن الأول نفسه فلم يكن الحديث عديم الوجود فحسب بل كان حتى افتراض وجوده يتعارض مع نص قرآني صريح يأمر المؤمنين بالوصية للوارثين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وتملصا من منطق هذه الآية يضيف المؤلف كان لابد أن تتدخل آلية الناسخ والمنسوخ وهي آلية رئيسية من آليات إغلاق الدوائر لتقول إن آية الوصية تلك منسوخة وهكذا يقول لنا مصنف كتاب الموطع سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل والواقع يضيف المؤلف أنه كان لابد من انتظار تصنيف سنن بن ماجة ومسند أحمد بن حنبل وجامع الترمذي في النصف الثاني من القرن الثالث حتى يحتل حديث لا وصية لوارث مكانه في المنظومة الحديثية بل إنما يزيد إشكالا هو تأكيد أن ما قولت لا وصية لوارث قد وردت على لسان الرسول في خطبة الوداع التي يفترض فيها أن تكون أكثر ما أثر عن الرسول ذيوعا لأنها تحديدا خطبة الوداع ويفترض أنها ألقيت على ملأ من الناس على عكس آلاف وآلاف الأحاديث المعزوة إلى الرسول والمروية بالواحد يعني الواحد فكيف يمكن يتساءل الباحث وهو تساؤل وجيه أن يكون عموم الناس بمن فيهم أهل المدينة وعلى رأسهم مالك قد سهوا عنها ولم يستذكرها أحد منهم سوى عبد الوهاب بن نجدة أول راو لحديث لا وصية لوارث في بحر النصف الثاني من القرن الثالث ويمضي الباحث في التنقيب إلى أبعد ذلك فيشير إلى أن خطبة الوداع نفسها قد تعددت روايتها وصيغها ومقولة لا وصية لوارث لم ترد إلا في واحدة منها هي تلك التي انفرد ابن إسحاق بروايتها في مغازيه والحال أن ابن إسحاق كان معدودا من قبل مالك بن أنس نفسه دجالا من الدجاجلة وفي الحقيقة إذا وافقنا الباحث في منهجية تحليله واستنتاجاته فلا يسعنا إلا أن نعترف أن أولى إرهاصات التحول من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث قد بدأت مع مراسيل مالك التي كان من الضروري سد ثغراتها عن طريق تطوير عملية وصلها وحديث لا وصية لوارث هو أنموذج من تجليات ذلك التحول الذي سيجعل من السنة الناسقة هي القاضية على القرآن المنسوخ ولازلنا إلى اليوم نعيش تبعات هذا التحول كلما أعد النقاش والجدل حول مسألة الإرث في الإسلام أو في مسألة إقامة حدود الله فيما يخص قضية رجم الزاني مثلا إلى هنا يمكن القول إجمالا ودون المزيد من التفصيل إن المؤلف باستقرائه لمساء المالك في الموطأ يلاحظ أن السنة الأكثر حضورا بعد سنة النبي هي سنة عمر بن الخطاب سواء ما يتصل بالمعاملات أو بالعبادات ولا يداني عمر في كفاءته التسنينية سوى ابنه عبد الله بن عمر فهو بأقواله وأعماله ومروياته الأكثف حضورا في الموطأ أكثر من أي صحابي آخر كبيرا كان أو صغيرا ويأتي من بعدهم صحابة وتابعون ممن أقر له مالك بشرعية التسنين مثل أبي بكر وعثمان وعائشة وابن عباس وأبي هريرة من الأولين ومثل ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وربيع الرأي ونافع مولى عبد الله من الثانين ومناء على هذا الاستقراء يخلص المؤلف إلى أن مالكا كان من السباقين إلى تكريس سنة الماضين وتأسيسها في سلفية ملزمة لكل من أتى أو يمكن أن يأتي بعدهم ومع ذلك فإنه يختم هذا الفصل من الكتاب بالتأكيد على أنه تبقى السنة بمفهومها المالكي أكثر تعددية وأقل انغلاقية بالتالي من السنة كما سيفرض مفهومها الشافعي فمرجعية مالك في السنة نبوية صحابية تابعية أما عند الشافعي فنبوية خالصة فمع مالك كان باب القول لا يزال مفتوحا أما من بعده فسيفرض نفسه أكثر فأكثر المنطق القائل إنه لا يجوز لغير النص أن يتكلم فإن غاب النص لازم السكوت في الحلقة المقبلة سنقف عند محطة فارقة التي تتعلق بالحجية الإلهية للسنة كما كرسها الإمام الشافعي ذلك أن النص الذي اتخذه مالك مركزا لدائرة اجتهاده وهو ربع الأقطاب الكتاب والسنة وقول الصحابة وعمل أهل المدينة سيخد هذا النص المؤسس محصورا بقطبين لا ثالث لهما القرآن والحديث أو الكتاب والسنة بلغة الشافعي وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة